طيب زيكوا يا جماعة دلوقتي احنا الجدول نزل وعرفنا ان احنا مش هنخش بكتب المدرسة طيب هنعمل ايه علشان احنا كان فيه مننا كتير معتمد ان هو ما يحفظ التواريخ ولا يحفظ خرائط ولا يحفظ تعرفات في الفلسفة والمنطق ولا يحفظ حاجات في العربي بالذات النحو والادب وكان معتمد ان هو هيخش بالكتاب ويبص فيهم زي كده يعني كتير مننا كده واصلا كلنا كان المدرسين بيقولوا لنا ما تحفظوش اول حاجة التاريخ احنا لازم هنحفظ دلوقتي التواريخ بالكرن بالعقد الاول والتاني وكل الكلام ده انا عملت ايه انا اكيد يعني الوقت قصير فلازم ان احنا نخلي التواريخ قصادنا طول الوقت انا جمعتهم حتى اذكر كل فاصل فقلت ان انا هجمعهم على الحيطة بالشكل دوت اخليهم قصادي طول الوقت وانا قاعد على المكتب ببص عليهم هم والخريطة اكتبهم في الكاشكول ماشي في موصلات ماشي في اي حتة على طول ببص عليهم عشان افضل فاكرهم لان لو جات حاجة في الامتحان فحرفيا انا ما كنتش عامل حسابي غير ان انا هفتح الكتاب عشان افتكر موضوع ده كان امتى وكان في تاريخ سنة كام لان احنا كنا مضغوطين في حفز كلمات الانجليزي والالماني مش قادرين يحفظ جنبهم حاجة تاني فبالنسبة بقى برضو للجغرافيا هنفتح كتاب الاطلس بتاع الخرايط ونبص على الخرايط كويس ونحفظ شكلها وكده علشان في الامتحان برضو كنا معتمدين ان احنا هنبص على الخرايط من كتاب المدرسة وكان كل اعتمدنا على كده لان برضو احنا كنا متشغلين في حفز حاجة تانية كلمات الانجليزي كانت واخدة مننا وقت كتير هي والالماني او الفرنساوي ايا كان اللغة بتاعكو التانية بالنسبة برضو للمنطق والفلسفة فلازم هنحفظ الحاجات اللي عملوها العلماء وكان كل واحد بيتكلم عن ايه وكده وازاي نفرق ما بينه فده لازم يتحفظ عشان لو حد كان معتمد ان هو هيفتح كتاب المدرسة ويطلع الفرق ما بين العالم كذا والعالم كذا مثلا الفرق ما بين العالم بن خلدون او العالم ادم سميس ايا كان يعني العلماء كلهم اللي في المنطق وفي العلم النفس لازم نحفظه وبردو العربي لازم نركز في حفز النحو القواعد وحفز الادب المدارس اللي هي الكلاسيكية ومدرسة الرومانتكية وكل الحاجات دي المدرسة اللي في الادب لازم نحفظها كويس هل الوقت قصير ان احنا نحفظ كل ده هو فعلا الوقت قصير بس لو اخدنا الموضوع جد وكل يوم عندنا نلم كل حاجة ان شاء الله هنحفظه وكمان الحاجة الكويسة في الموضوع كله ان احنا ما عندناش اسئلة مكورية هنا كتب المدرسة دي ملهاش لازمة انا كتشتريتها وعدت اكتب في يوم لحظات ومتعبت ايدي على اساس ان انا هدخل بيها اخر السنة وفي الاخر ولا هندخل بيها ولا اي حاجة تمام فيقصر كل اللي كتبته ده كنت كتب نواتك تعلم زيادة فوق الشرح اللي مكتوب في كتاب المدرسة كل ده ملهوش ايا لازمة خلاص هنبقى داخلين كده يعني معنا ربنا واللي احنا حفظينه من الملازم وبس الحمدلله واردوا لتاريخ كنت كاتب يعني عزولكم كنت مجمع كل التواريخ في اول صفحة علشان ما قعدش ادور عليهم في كتاب المدرسة من جوه علشان اختصر على نفس الوقت في اللجنة بس دلوقتي لازمة ان احنا نحفظهم هو احلى حاجة ان ما فيش اسئلة مقالي ودي احسن حاجة هو الها وبس كده اتمنى اكون فيدتكم وياريت لو اول مرة اشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله انا تقريبا هاملة الحطة اللي قصدي دي كلها تواريخ عشان افضل بص عليهم ومنسهم مش لان انا بنسى بسرعة اصلا فالموضوع مش نارس حفظه خالص بس الحمدلله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كمان اللي لسه ما فتحش حاجة من اول السنة احنا يعني الوزيري ادالك خمستاشر يوم زيادة فهدول فرصة ليك برضو ان انت تعطي المنفسك في يوم شوية يلا باي وكل سنة وانتو طيبين